مكر الدواحس من الإخوان السرورية بأعلام الأمة الإسلامية الشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي علم من أعلام السنة في العصر الحديث وهو حرب على أهل الباطل لا سيما تجار الدين من الدواحس الإخوان القبيين وفرعهم في المملكة العربية السعودية وغيرها من دواحس السرورية هؤلاء الدواحس مكروا بدعوة الشيخ مكرا كبارا وجعلوا سيفه المسلط على الخوارج القبيين وأهل البدع عبر تاريخه الدعوي سببا في تفريق كلمة أهل الحق من السلفيين الخلص قاموا بذلك على منهج الإخوان الشياطين محاولة منهم لتقبيح منهج الشيخ في نفوس المسلمين حتى لا يسمعوا أو يستجيبوا لرده على الدواحس البنائية والقبية والسرورية يتولى تنفيذ مخططهم في إسقاط الدعاة المتمسكين بالحق والداعين إلى منهاج السلف المحبين بصدق للشيخ مجموعة من المبالغين في مفح الشيخ يقومون بالتدليس عليه في تجريح من شاء وهؤلاء نعرفهم بأسمائهم ولا نريد أن نصرح حاليا بها لعلهم يرطدعوا ويدركوا أن مكرهم الشيطاني أصبح مكشوفا لأهل الحق كيف يكون الدكتور هاني بن بوريك الذي أصبح وزيرا في حكومة منصور هادي اليمنية من طلاب الشيخ ربيع الذين يعرفون المنهاج النبوي وإنما هو سروري يقوم مع المجموعة المشار إليها سابقا على محاصرة آثار قوة تأثير دعوة الشيخ على كشف زيف الإخوان الدواحس وبيان انحرافاتهم لعامة المسلمين وقد وكل المسمى عبد الواحد المدخلي مرافقا يتظاهر بالحب الشديد للشيخ والتعصب له حتى تسلق إلى مكانة أصبح هو المسؤول الخاص عن لقاءات الشيخ وزياراته والمتحكم الأول في كل من يرغب في لقاء الشيخ فيدخل عليه أولياءه من السرورية ويمنع عنه من لا يرضى إلا بصعوبة ومضايقة ولذلك يسمع الشيخ ربيع من طرف واحد فتصله بعض الأمور محرفة ومخالفة للواقع تماما كما فعلوا بالشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في محاولة إخفاء أرائه المتعلقة بخوارج سرورية الدواحس ودعاتهم فحسبنا الله ونعم الوكيل في جماعة الشياطين المتأسلمين وقد نجح هؤلاء نجاحا كبيرا في ضرب السلفيين بألوان الفتنة وسبل التفريق بينهم وزرع العداء بين دعاتهم وقد حاول الشيخ ربيع مرارا وتكرارا إعادة التوافق والمحبة بين السلفيين وبح صوته في محاولة إسكاة المبالغات في التبديع والتجريح ولكنهم متواطئون على عدم سماع نصحه أو الاستجابة للحق والحفص على وحدة الأمة ولما علم هؤلاء بقوة تأثير قناة البصيرة وعجز الإخوان عن اختراقها أو اجتذابها لخدمتهم سعوا بكل سبيل إلى الواقعة فيها عند الشيخ ربيع حتى يصرفوا جمهورها العريض عنها وقد تسبب هؤلاء في أن جعلوا كثيرا من السلفيين يتناسون أهل الزيغ من الدواحس الإخوان والصوفية والرافضة والعلمانية وانشغلوا بالتراشق بينهم وكل منهم ينسب تجريحه في الآخرين إلى الشيخ ربيع حتى يقبل كلامهم والشيخ بريء من أسلوبهم والكلامهم هذا بل قد لا يعلم عنه شيئا وقد استطاع هؤلاء المكرهم الشيطاني تصوير واقع وهمي في أذهان الناس قام على دعمه دعاة الإخوان السرورية في سائر الدول العربية وهو أن الاختلاف والتناحر وصف كل سلفي يحب الشيخ ربيع ويدافع عنه إلى أن أصبح السلفيون في معاناة شديدة وخلاف مصطنع وصل أمر الشقاق فيه إلى السلفيين في أمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبا غربا إلى ماليزيا وأندونيسيا وأطراف أسيا شرقا وكل ذلك المكر الإخواني الشيطاني الذي عجز اليهود والنصارى والمجوس وجنود إبليس عن مثله ليشغلوا أصحاب المنهج السلفي بأنفسهم فيتصارعون فيما بينهم ويتراشقون ويختلفون ولا يوحدوا جهودهم في كشف أهل الزيغ والضلال على رأسهم شياطين السرورية الدواحس من جماعة الإخوان التكفيرية خوارج العصر هذا بالإضافة إلى أن المحاولات الشيطانية لهؤلاء الإخوان السرورية بذلوها أيضا لتضييع جهد هذا العالم الرباني العلامة ربيع بن هادي المدخلي انتقاما منه بتشويه صورته في العالم الإسلامي لكن الله لهم بالمرصاد وسينقلب سحرهم عليهم وسينفضح أمرهم بين سائر العباد بحول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقناة البصيرة الفضائية تهيب بإخواننا دعاة المنهج السلفي بعد لقاء الشيخ محمود الرضواني بالعلامة الشيخ ربيع المدخلي أن منهج الشيخ ربيع حفظه الله لا يخرج عن التمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب والزود عن هذا المنهج ضد أهل البدع في الماضي والحاضر لا سيما الإخوان خوارج العصر والصوفية والرافضة والعلمانية ومن شابههم بأن كل من كان على هذا المنهج فهو على طريقة الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ يؤازره ويدعو له بالتوفيق والسداد على إخوة الإيمان والمحبة في الله وجميع أهل الحق على منهج واحد وإن لم يتلاقى بعضهم ببعض في الدنيا ولا أحد منهم يدعي العصمة لنفسه أو لغيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كل منهم وقاف على الحق يرجع إليه إذا تبين له موضع الخطأ وهذا هو منهاج النبوة قول